السادسة وعشرون دقيقة صباحاً مركز تعبئة قوارير الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة البترولية بيرادس تشتعل النيران في إحدى الخطوط لتتبع بانفجار السيطرة تتم في وقت وجيز بفضل معاذدة جهود أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول وإطاراتها وتدخل فوري ناجح من أعوان الحماية المدنية ليتمه نقل ستة وثلاثين من أعوان الشركة الذين ساهموا في إخماد الحريق إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس هو المركز فيه ثلاثة خطوط تعبئة قوارير الغاز إذن واحد من ثلاثة خطوط شعلت فيه النيران يعبيوا في دبابز الغاز معناها الغاز موجود في ديرو بيني يدورو ويعبيوا في دبابز الغاز ثم زادة الدبابز اللي هي معبية في كالكبار معناتها موجودة وكل القوارير تنجح تكون حتى كي تكون فارغة وأحيانا تكون فيها شوية غاز ما زال موجود ثم دبابز تكون فجأة ما شفناش حتى في المعمل ولكن الانفجار هو زادة من الضغط متاع الغاز اللي تعبى معناتها في القاعة هاته هي قاعة كبيرة وثم السقف اللي هو أنشاربونت معناتها تطلع لهم حادث خطير ولكن معناتها وقع التعامل والتعاطي معاه بالجاهزية الكبرى وبالمهنية بالحرفية من طرف أولادنا ومن طرف الحماية المدنية والنجم يقولوا أنه اليوم معناها منعنا من كارثة حقيقية كانت النجم تكون كارثة مؤكدة وقد أسفر هذا الحادث عن إصابات مختلفة في صفوف الأعوان بحروق من الدرجة الأولى والثانية منهم أربعة في قسم العناية المركزة معنا 36 مصاب اللي جاءوا لقسم الاستعجالي حالات متفاوتة الخطورة متفاوتة والإصابات تتمثل في حروق على مستوى الوجه والأطراف يعني اليدين والأطراف للسفلة ثم أربعة منهم الخطورة متاحهم اللي هم يتسمى حالات خطيرة رقدوا في قسم إنعاش مصاب الحروق حالياً للمراقبة ما عندهم اشتنفس إصطناعي آما يبقوا حالات حارجة وثلاثة منهم رقدوا في قسم التجميل وواحد منهم وواحد آخر رقدوا عندهم كيف كيف حروق بليغة على مستوى الوجه رقدوا في قسم التخدير والإنعاش وقع إجلاء خمسة مرضى للمستشفيين اثنين منهم مشاوا القسم إنعاش الطبي بمستشفى الحبيب ثامر واحد منهم مشاوا القسم التخدير والإنعاش للرابطة واثنين مشاوا القسم التخدير والإنعاش للمستشفى شارنيكول حادث أليم استفاقت عليه منطقة راد الصباح اليوم أسفره عن عدد من الإصابات في صفوف أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة تحوله كل من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزيرة الصناعة إلى مكان الحادثة والمستشفى للأتمأنان على حالتهم الصحية فانتظار ما ستقول إليه نتائج البحث الذي فتحته الوحدات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث